من قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله رجل قال لمرأته أنت طالق إن شاء الله هل يقع طلاقه أم لا يقع طلاقه من أهل العلم قال يقع طلاقه يقع طلاقه ومن أهل العلم ألحق ذلك بالاستثناء الذي إذا قورنا بيه اليمين فإن الإنسان لا يحنس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنس إن شاء الله لم يحنس فقالوا إذا قال أنت طالق إن شاء الله فيقاس على اليمين وبالتالي لا يقع طلاقه وهذا عليه الكثير من أهل العلم أبو حنيفة الشافعي وأحمد في رواية عنه وابن حزم وجماعات من أهل العلم وهناك من قال بل تطلق بل تطلق وهو قول مالك وروال الأخرى لإمام أحمد وهو قول ابن تيمية واعتمدوا على أثر وردة عن ابن عمر وعن أبي سعيد الخضري كنا معاشر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام نرى الاستثناء جائزا في كل شيء استثناء أن تقول إن شاء الله إن شاء الله أو بإذن الله إلا في العطاق والطلاق ولم ينقل لهم مخالف ولم ينقل لهم مخالف لكن هذه الأثار يعني قال الأهل العلم لم تصح لم تصح ولو صحت لكانت حجة لكانت حجة فتبقى المسألة على ذلك أنها مسألة خلافية هناك فريق قال ينظر إلى النية هل قصد التعليق أم قصد التأكيد أم قصد الاستثناء يسأل عن نيته في ذلك فإن كان قصد التعليق فهذا يعني لا يقع طلاق وإن كانت كلمة لا يقصد حقيقتها فهنا يعني تجري على لسانه فقالوا يقع طلاق المسألة يعني أرى والله أعلم أن من قال لزوجته أن تطالق إن شاء الله فأرى أن طلاقه لا يقع أرى أن طلاقه لا يقع وقياسا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنس فمقولته إن شاء الله يعني تنفعه في عدم مقوع الطلاق ويعني لعل يعني هذا ما أميله إليه وإن كان أيضا لو كان يسأل عن نيته لو كان عنده علم ويسأل عن نيته كمسألة كنيات الطلاق أو الطلاق المعلق هل يقصد التأكيد ما في بعضهم يكون عنده علم يقول أنا أقصد بذلك التهديد ولا أقصد التأكيد مع ذرة أقصد التأكيد ولا أقصد الاستثناء إن كان من أهل العلم فهنا انقصد به التأكيد أو التبرك يتبرك بالكلمة كما قال شيخ الإسلام نقل عنه في حرب التطار على ما أتذكر أنه قال إن إن شاء الله سننتصر قال سننتصر إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا أي إنه قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا أي إنه استخدمها تبركا بها ويقصد التحقيق وليس لاستثناء وأبر الله سبحانه وتعالى ما قال شيخ الإسلام وانتصروا فالمسألة تختلف عن من كان من أهل العلم على من كان من العوام على من كان من العوام فخلاصة إن كان من طلبة العلم أو يفهم ما يقول وقال أنا أقصد الاستثناء فهذا طلاقه غير واقع وقال أنا أقصد التحقيق فهذا طلاقه واقع أما إن قالها كلاما هكذا نسأل عن نيته يقول لا أدري لا أعلم لا أدري لا أعلم أرى والله أعلم أن يلحقون الطلاق بالقسم وأن الطلاق لا يقع والله أعلم ترجمة نانسي قنقر